النهاردة في حصاد الأبطال في حلقة مختلفة في حلقة استثنائية في حلقة يعني عايزة أقول إن الحلقة دي حلقة أبطال توكيو حلقة مهمة جداً لأبطال مصر اللي هم حقوا مدنيات في توكيو أكيد الحدث ده بعد كل الناس ما تكلمت عليه كل مصر كل شعب مصر وراء لعيبة مصر كمان القيادة السياسية شوف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول بأول إزاي كان بيفرح زينا لأنه واحد مننا أكيد بيفرح بشبابنا شبابنا اللي طول الوقت هو ده يعمليهم كان ده ملاحظ قبل البطولة ليه تكريماته اللي كان بيعملها تكريماته لكل نجوم الرياضة النهاردة كمان بيطلق أو بيطلق سيادة الرئيس أسماء نجوم مصر نجوم مصر على الشوارع هنتكلم على إنجازات هنتكلم على كل حاجة وليه في مدليات توكيو ست مدليات دي تعتبر أكبر حصيلة لمصر في تاريخ الأولمبياد أكيد هنحتفي بأبطالنا وأكيد لازم نبركلهم ونكرمهم ونقولهم ألف مبروه ليه؟ لأن مصر تستحق مننا كلنا المزيد لأن مصر لازم تكون في المقدمة لأن مصر يا الحاضر والماضي والمستقبل والمستقبل لازم يكون متوافق تماما مع التاريخ الكبير للبلد اللي احنا موجودين فيها